اكدت سعادة سيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين تخطو خطوات متسارعة في الاستثمار بطاقات شبابها من خلال توفير الفرص التدريبية لهم في كبرى الشركات العالمية جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها سعادة الوزيرة لشركة هواوي في مدينة شينزين صينية على هامش مشاركتها في مؤتمر شينزين العالمي للابتكار وريادة الأعمال حيث التقت نائب الرئيس لقسم الشؤون الحكومية العالمية في شركة هواوي العضوى المنتدب للشركة في مملكة البحرين وخلال اللقاء تم تقديم شرح عن برامج وزارة شؤون الشباب الدعمة لمهاراتهم كما تم بحث مجالات التعاون بين الجانبين في تدريب الشباب في مجالات التكنولوجيا وإكسابهم المزيد من الخبرات في هذا المجال عبر مبادرات مشتركة وقامت سيدة روان بتنجيب توفيقي بالتجول في بعض أقسام الشركة حيث اطلعت على التجربة الصينية المتميزة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة كما قامت بزيارة إلى معرض هواوي غاليليو للجيل الخامس هذا وبينت سعادتها أن مملكة البحرين تولي أهمية مضاعفة للارتقاء بقدرات الشباب في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات من خلال عقد المزيد من الشراكات البناء مع مختلف الشراكات العالمية بما فيها شركة هواوي ترجمة نانسي قنقر